بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم أعزائي التلاميذ في هذا الفيديو جبت لكم خبر مفرح جدا جدا أتمنى أن يفرحكم فكما تعلمون بعد نهاية البكالوريا ستكون هناك لجنة من مختلف الأساتدة هذه الأساتدة سوف يقومون باجتماع في هذا الاجتماع سيدرسون ويحللون الأجوبة المختلفة التي يمكن للتلميذ أن يضعها في ورقته لسؤال معين كما تعلمون أنه خاصة في الشعب الأدبية وحتى في الشعب العلمية هناك أحيانا بعض الأسئلة التي تحتمل عدة أجوبة لا تحتمل جواب واحد فقط على سبيل المثال كالمادة اللغة الفرنسية كالإسبانية أو الإنجليزية العربية والعلوم على سبيل المثال فماذا يقومون هؤلاء الأساتدة يقومون بطرح عدة إجابات من الممكن أن يضعها التلميذ في ورقته أثناء الامتحان وفي نفس الوقت هذه الإجابة تكون صحيحة بالنسبة لهم فهذا الشيء إن دل على شيء سيدل على أنه سوف يمنحونكم عدة فرص لكي تأخذوا علامات جيدة وممتازة في امتحان البكالورية لهذا فأنا أقول أنه يجب على التلميذ أن يتفائلوا هذه السنة رغم أنه كانت بعض المواضيع الصعبة وكانت هناك بعض المواضيع التي كان فيها أسئلة غير مباشرة أسئلة تحتمل عدة أجوبة ولكن لا تخافوا في الجزائر كل تلميذ يأخذ حقه كاملا أتمنى أن تكون قد أفرحتكم هذه المعلومة شكرا لكم والسلام عليكم